اول خبر معنا لسه من دقايق يعني موقع سكاي سبورتس اعلن عن تشقيص اصابة محمد صلاح واللي وقعت بالنسباله في مباراة فريقه الاخيرة امام فريق لاستر سيتي فاز فريق ليبربول بهدفين مقابل هدف ولكن كان فيه تدخل من لعب لاستر سيتي حمزة شدري على محمد صلاح مما قدى لاصابته وخروجه من المباراة والكل كان الان ممكن تكون اصابة محمد صلاح هتتعبه لمدة قد ايه التشقيص بيقول ان هو التواء شديد في الكاحل كمان فريق ليبربول او نادي ليبربول عمله برنامج علاجي مكثف علشان يقدر يعود سريعا وبيستغل لفترة التوقف الدولية اللي احنا خلاص بنبتديها في الوقت الحالي اكيد فاتت البرنامج جديد بسبب بقى تصريحات من قبل المدير الفني الالماني يورجين كلاب ان هو بيرفض استبعاد محمد صلاح من حساباته في مواجهة فريق ليبربول في المباراة اللي جاية اللي هتكون امام منشستر ينايتد واللي مقرر لها يوم 20 اكتوبر القادم في يورجين كلاب عنده امل كده ان في الكام يوم اللي جايين او في الاسبوعين اللي جايين ان يقدر محمد صلاح يعود مرة تانية ويكون بكامل جهازيته لتدفع به في مباراة اكيد مهمة والكل بيراهن عليها ان لو فريق ليبربول قدر ان هو يخطف منها ثلاث نقاط هيقدر يحافظ على الصدارة مدة اطول وهيكون باللغة كده الكرة ان هو بيركب الدوري بشكل اكبر على حساب منشستر سيتي اللي مش في افضل حالته في انطلاقة الموسم ده فبالتالي يورجين كلاب واضح جدا ان هو مش حابب يخسر خدمات محمد صلاح وعنده امل هنشوف اكيد البرنامج التأهيلي العلاجي في فريق ليبربول اكيد يكون عندهم امكانيات خاصة ممكن يعود سريعا التواء الكاحل دي من الاصابات المعتادة ولكن تشخيص بقول التواء شديد في الكاحل ممكن يكون بيعود بعد عشرين يوم ولكن هل هيكون قادر ان هو يكون بيقدي ويكون من العناصر المؤثرة داخل مباراة مهمة زي مباراة منشستر ينايتد دي اكيد من النقاط اللي هيتم تشخيصها ويتم الاعلان خلال بعد نسل يومين ثلاثة من متابعاتنا للحالة الصحية لمحمد صلاح هنشوف هيقدروا يشخصوها الاية مادة هو بيستجيب بشكل سريع وامتى ممكن يعود مرة تانية بعد دامج التأهيل يصبح بقى في دخول الجيم بشكل اكبر قادر ان هو يكون بياخد تدريبات قادر يجري قادر يتحرك ان شاء الله يعود سريعا بإذن الله ونشوفه بيظهر في مباراة مهمة اكيد للفريق امام منشستر ينايتد يوم عشرين اكتوبر القادم مباراة كده هتكون من المباراة الممتعة اليوم دوت يعني في الدوري الانجليزي